إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيلا شكرا كيف تتعلم الرياضيات وتصبح بارعا بحل المسائل الرياضيات كمجموعة نصائح بسيطة وخطوات سهلة لتضع قدمك على أول طريق في تعلم الرياضيات وحل المسائل الرياضية ومن يدري ربما تكون الرياضيات مادتك المفضلة فيما بعد مادة الرياضيات واحدة من المواد التي تشكل عائقا وتحدي كبير لأغلب طلاب المدارس غالبا ما يعود السبب لخطأ المدرس وعدم قدرته على إيصال المعلومات للطلبة بشكل سلسل وسهل فيكرهون المادة وتتكون لديهم عقدة نفسية منها لكن تعلم الرياضيات وإتقانها لن يشكل تحديا بعد الآن في هذا المقال سنعطيك بعض النصائح البسيطة لتضع قدمك على أول الطريق ومن يدري ربما تكون هي مادتك المفضلة فيما بعد خطوات تعلم الرياضيات كي تصبح بارعا في حل المسائل الرياضية واحد انتظم في حضور دروسك حاول أن لا تتغيب أبدا عن حضور حصص الرياضيات مهما حدث فأغلب دروس ومعادلات الرياضية مترتبة على بعضها لذلك إذا تغيب عن حصة واحدة فستخسر أمامها عشرة حتى إن استطعت أن تذاكرها وحدك أو طلبت من أحد زملائك أو حتى والديك أن يشرحها لك سيظل هناك شيء ناقص ولن تستطيع فهم الدرس بالكامل والإلمام به من كافة الجوانب فما تأخذه من ملاحظات أثناء الدرس هو ما يساعدك على فهمه ووضع الأساس الصحيح له بعد ذلك لذلك لا تتغيب إلا بعذر شديد واطلب من مدرسك أن يعيد شرحها لك مرة أخرى في أوقات فراغه اثنان انتبه أثناء الدرس الحضور وحده لا يكفي أبدا فقد تكون كالحاضر الغائب ويضيع وقتك ومجهودك سدى إن لم تنتبه جيدا حاول أن تتفاعل مع أستاذك وتتجاوب معه إذا قام بطرح سؤال ما حتى لو لم تكن واثقا من إجابتك يكفي أن تفكر وتحاول ربط مفاهيم الدرس في ذهنك وإيجاد الحل الصحيح وتأكد أنك ستستفيد في كل الأحوال حتى في حال كان خاطئا سيقوم معلمك بشرح الإجابة الصحيحة وسبب خطائك بالتالي لن تعيدها ثانية وسيثبت الحل الصحيح في ذهنك ثلاثة مرن باستمرار تعتبر الرياضيات بمثابة تمارين رياضية عقلية كلما مارستها أكثر كلما زادت قدرتك على حلها بمنتهى البساطة لذلك لا بد أن تتمرن وتقم بحل المسائل الرياضية قدر ما استطعت لا تتكاسل أبدا في حل واجباتك المدرسية بل زد عليها أكثر وأطلب من مدرسك أن يعطيك بعض التمارين الإضافية وتصحيحها لك ولا تبدأ أبدا بالتمارين الصعبة بل قم بحل البسيطة التي تعتمد بشكل مباشر وأساسي على تطبيق مبادئ الدرس دون تحوير أو حاجة لتفكير مطول فإذا تأكد من إتقانها بشكل جيد ابدأ في الانتقال لمستونا جديد أربع لا تخجل في السؤال عما لا تفهمه لا تتجاهل أبدا شيء لا تفهمه وتتوقع أنه لن يؤثر عليك وعلى مدى فهمك للمادة فمع تراكم هذه التفاصيل والجزئيات الصغيرة تجد نفسك أمام معضلة رياضية لا تفهم فيها شيء لذلك مهما حدث حاول أن تراجع أستاذك أثناء الحصة الدراسية وتطلب منه أن يشرحها لك مرة أخرى فإن لم تستطع فبعد الدرس إذن أو حتى أحصل على مساعدة خارجية سواء من فصول التقوية أو حتى أطلب من أحد زملائك أن يشرحها لك ولا تتركها حتى تتمكن من حل كافة الأسئلة المتعلقة بها بكل سلاسة خمسة علم أساسيات علم الرياضيات لكي تفهم الرياضيات جيداً لابد أن تفهم أساسياتها وكيف تتم العمليات الرياضية ابدأ بتعلم الطرح والجمع والقسم بكافة مستوياتها لا تستغرب فهذه هي أساس الرياضيات وبها يتم حل أي مسألة مهما كانت لذلك لابد أن تتقنها عن ظهر قلب سواء ضرب أو طرح ثلاثة أرقام ببعضهم وأكثر أو كيفية القيام بعمليات القسمة المطولة وما إلى ذلك ستة علم أساسيات الفروع المختلفة الأون بعد أن أطقنت كافة العمليات الرياضية الأساسية من جمع وطرح وضرب وقسم حان الآن تعلم أساسيات ومفاهيم الفروع الرياضية مثل الجبر والهندسة وحساب المثلثات هذه الفروع مرتبطة ببعضها خاصة علم الجبر وعملياته فهي تدخل تقريبا في حل أغلب المسائل والمعادلات لذلك لا بد أن تتعلم كيفية حل المعادلات ببعضها البعض وفك الأقواس وحل عمليات التفاضل والتكامل ولا تنسى أيضا تعلم قواعد الهندسة الأساسية وكيفية حل البراهين وما إلى ذلك تبع تعامل مع المسائل الرياضية على أنها لعبة خذها كتحدي وتعامل معها على أنها لعبة اختبار ذكاء ابحث عن اللغز فيها بكل همة وتأكد من أنه موجود وبمجرد أن ترها ستجد أن حلها بسيط جدا فقط استمتع بحلها ثمانية أوقف كل الأفكار السلبية توقف عن قولك بأنك لست بارعا ولا موهوبا في حل المسائل الرياضية لا توجد موهبة بهذا الشكل ربما يوجد بعض الأشخاص الذين يتمكنون من فهم القوانين الرياضية والتعامل معها بسهولة لكن هذا لا يكفي لكي يكون عبقري في هذا المجال بل لابد من التدريب المستمر حل المسائل الرياضية من أسهلها لأصعبها كل شيء مهما كان يأتي بالتدريب أولا والثقة بنفسك وبقدراتك ثانيا